بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن سعد الحليبي وإن شاء الله سنعرض لكم عينة جديدة من دراساتي السابقة في مختبري طبعا هذه أحد العينات المتواجدة عندي حاليا هذه أحد العينات اللي أخدتها من جسم إنسان المرضى طبعا هذه العينة عبارة عن جلد فيه أنواع من الفطريات التي تقشر الجلد طبعا كان موضوع بحثي بخصوص نوع الفصيلة الفطريات وكان موضوع مهم جدا في اكتشاف نوع الفصيلة لمعرفة العراض التي تسببها في الجلد كان طبعا موضوع مهم جدا وحلو وشيق ويعني اللي يحب الفطريات الجلدية التي تسبب التهابات وتخشر جلدي أتمنى أنكم تدرسون هذا الموضوع لأن موضوع صراحة شيق جدا وممتع بالذات يعني لما تأخذ العينة وتدرسها وتزرعها وتشوف نوع البكتيريا أو الفطريات أو الطفيل يعني صراحة موضوع في قاية الجمال وممكن تستفيد يعني فيه بدراسة يعني مثلا بحث علمي خصوص الدكتوراه أو الماجستير أو يعني البكريليوس في العلوم أو شيء آخر أو في الطب يعني صراحة موضوع يستاهل شغل وعمل عليه وطبعا كان موضوعي مطول عليها لأن دراست يعني كذا عينة فيها بخصوص يعني هذه العينة الجلدية وإلى هنا انتهت الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في عينة أخرى في مختبري ترجمة نانسي قنقر